موسيقى نشرة الأخبار من التلفزة الوطنية تونسية نستهلها بالعنوين تجدد واحتجاج شباب الكامور بولاية تطوين ووزير الطاقة يؤكد التزام الحكومة بكل الاتفاقية المنظمة موسيقى انقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب لمدة يومين في عدد من مناطق ولايتي المهدية واسفاقس بسبب الأشغال موسيقى والمساعدات الإنسانية تدخل منطقة الغوطة الشرقية والأمم المتحدة تطالب بتحقيق مستقل في الأحداث هنا موسيقى الثامنة من تونس سهلا بكم شباب تطوين يحتجوا مرة أخرى ويهددوا بالتصعيد في حال عدم التزام الحكومة بتفعيل الاتفاقات المبرنة هذا الاحتجاج يأتي على خلفية تجاوز الحكومة الأجال المتفق عليها لتنفيذ بنود اعتصام الكامور في تجدد الاحتجاجات شباب ولاية تطوين على خلفية ما اسموه عدم التزام الحكومة بتنفيذ بنود اتفاقات اعتصام الكامورة في الأجال المحددة المتفق عليها دخل عدد من شباب الشياء في اعتصام مفتوح أمام مقر الولاية وإذرى بجوع في هذا الخصوص الحكومة ما تبقى تليش الاتفاق اللي يمضيناه مع بعضنا وبضمان من عند نوردين الطبوب الامين العام الاتحاد التونسي لشغل مدامنا ما زلنا بنعتصمه وفي تفاعل مع هذه الخطوة الاحتجاجية الجديدة التقى المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل ومختلف النقابات الأساسية المنظوية تحته التقى تنسيقية اعتصام الكامورة بهدف حمل الحكومة على تنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه المسألة مش مفاجهة كانت منتظرة نتيجة تلكه وبطء في تفعيل النقاط اللي جاءت على لسانة سيد ريس الحكومة اليوم شباب التطوين ينتفذ مرة أخرى ويحتاج مرة أخرى والخيام منصوبة أمام مقر الولاية التطوين نحب إذا مني نأكد إنه نحن في نسبة متقدمة من تطبيق اتفاق سواء قرارات متعلقة بزيارة سيد ريس الحكومة أو اتفاق 16 جوان 2017 بالنسبة لانتدابات المباشرة في الشركات البترولية والشركات العاملة في الصحراء نحن عنا تعهد بـ 1500 في شركة البيئة هذا انتداب تم تنفيذه والناس تباشروا وعندها تقاضى أجورها منذ شهرين بالنسبة لانتدابات في الشركات البترولية والشركات العاملة في الصحراء نجحنا في أنه نخلق 1600 عرض شغل تم تفعيل منهم أكثر من 1100 عرض شغل عنا أيضا معامل الإسمنت أيضا معهد العالي للطاقة اللي بش يكون في شراكة بين تونس والمملكة العربية والسعودية جامعة الملك فهد واللي بش يكون في شهر ماي جلسة مشتركة فأنا نأكد أنه كل هذه الأفاق بش تفتح أفاق للتشغيل الدعوة إلى إضرب قطاعي في حقول النفط بسحراء ولاية تطوينة خطوة تم الاتفاق بشأنها بين الشباب المحتج والمكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي الشغل في انتظار تفاعل الحكومة مع ذلك وفي هذا الإطار أكد وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدو لالتزام الحكومة بكل الاتفاقيات التي تم يمضعها لفايدة هذه الجهة مؤكدا أن أغلبها بصدد التنفيذ كل الاتفاقيات لعملتها الحكومة ملتزمة بهم ملتزمة بصندوق التنمية الموجود في تطاوين ملتزمة بكل القرارات التي أخذها سيد رئيس الحكومة وإلا أخذها أعضاء الحكومة ملتزمة بهم الدولة وتطبق فيهم بدأت تطبق فيهم أغلب النقاط التطبق ثم النقاط اللي بقعتت معناها ما زالت حريسين على تطبيقها في أقرب الأوقات وهذا معناها حتى مع السيد الوالي كان موجود في تونس هنا وقعنا معناها وتفاهمنا معه على تطبيق جميع النقاط أفاد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقفصة بأن النيابة العمومية بهذه المحكمة وبناء على شكاوة تقدمت بها شركة فوسفاتي قفصة ضد المجموعات المعطلة لإنتاج الفوسفاتي ونقله بشرت أبحاثا تحقيقية تعهدت بها الفرقة المركزية للأبحاث الجنائية بالقرجاني في تونس العاصمة وتتعلق هذه الأبحاث بتعطيل حرية العمل وقطع السبل العمومية والإضرار بملك الغير وأضح هذا المصدر القضائي أن شركة فوسفاتي قفصة قد تقدمت بمجموعة من الشكاوة الجزائية ضد المجموعات التي تعاطل عمل مختلف منشآت شركة فوسفاتي قفصة بالمعتمدية المنجمية وهي المتلوي والمضيلة واملع رايس ورديف وأشار وكيل الجمهورية إلى أنه بالإضافة إلى ذلك هناك قضايا مرفوعة ضد مجموعات أخرى من معطلية الإنتاج وتعهدت بها فرقة وشرطة العدلية بالمتلوي وفرقة الأبحاث وتفتيشات التابعة على الحرص الوطني بالمتلوي خلال جلسة استماعا بلجنة الإصلاح لدري والحوكم الرشيدة ومكفحة الفساد أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسط سليم الفرياني أن الوزارة عدت في إطار الوقاية من الأخطار برنامج عمل لسنة الثماني عشرة والفين للقيام بزيارات ميدانية للمؤسسات الصناعية ذات الأخطار الصناعية المنتصبة بكامل تراب الجمهورية ومتبعة الرقابة على التصرف في النفايات الخطرة مضيفا أن انتهاء مدة الترقيص في فتح واستغلال المؤسسات المصنفة بالملوثة تبقى سرية المفعول إلا في حال يصدار قرار غلق في شأنها اليوم في الأستراتيجية متعنا في 2018 والسنوات القادمة نحب نأكد على الأهمية متى الموضوع هذا وفما زادة فما مشروع قانون بالنسبة للمسؤولية المجتمعية وهذا داخل في الموضوع هذا فهو كل ما هو عنده تأثير على البيئة وعلى المحيط وكل ما هو عنده تأثير على التلوث كل ما هو عنده تأثير على المجتمع وكل ما هو حوكم زادة هذو ثلاثة مواضيع نحن حطينا في الاستراتيجية متعنا بداية من يوم الغد ولمدة 48 ساعة تعرف عدة مناطق من ولايتي السفاقس والمهدية انقطاعا في الماء الصالح للشرب كاميرا الأخبار رصدت لكم مماكن هذه الانقطاعات والمشاريع الجديدة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على امتداد 53 ألف كيلومتر تمتد قنوات توزيع المياه التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بكامل تراب الجمهورية شبكة الناس تعرف اضطرابا وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من منتصف نهار الثلاثاء السادس من مارس وحتى الثامن صباحا من يوم الخميس الثامن من مارس الجاري انقطاعا 48 ساعة سيشمل معتمديات ولاية المهدية التالية بوميرداس وكركر وسواسي وأولاد الشامخ وهبيرا وشربان والجم وملولش والشابة كما يشمل والانقطاع معتمديات ولاية اسفاقس التالية اسفاقس المدينة واسفاقس الغربية واسفاقس الجنوبية وسقية الداير وسقية الزيت وطينة والعامرة وشبنيانة والحنشاء هذا التدخل يجب أن نعمله مع نشخيار آخر إما نتدخل ونقصه 48 ساعة أو نخليه للنجي الصيف وفترة الظروة ويمكن يفاجأنا العتب وتفاجأنا معناها توقف على المحطة هذه وكذلك نرفع منطقة الضخم من 1700 لتر في الثاني إلى 2200 لتر في الثاني وهذا يمكننا مجابهة الطلب في مدينة اسفاقس والتخفيف من وطأة النقص في المياه انقطاع المياه الصالحة للشرب بعدد من مناطق ولايتين المهدية واسفاقس يؤكد الرئيس المدير العام لشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه مصبح لهلالي يؤكد أنه يأتي نتيجة أشغال ربط محطة الدخل جديدة بكركر والتي ستكون جاهزة في موفى مايا القادم بتكلفة تقارب ثمانية مليون دينار لكن بما أنه عملية ربط المحطة هذه على القناة الموجودة اللي الماء يجري فيها بصيفة مسترسة ل24 ساعة ل24 ساعة عام كامل سنوات منذ 40 سنة مضطرين بش نوقف سيلان المياه في القناة هذه بش نجم ونربط المحطة الجديدة مشاريع جديدة تتطلب اعتمادات متأتية من سعر بيع المياه الذي لم يعرف ترفيعا في تسعيرته حسب المصباح الذي أكد أيضا أن المستحقات المالية لدى حرفاء الشركة قاربت 340 مليون دينار وهو ما من شأنه تعطيل سير هذه المشاريع وعمليات الصيانة عمليات الصيانة، عمليات التدخل، عمليات التوسيع مثلا بناء هذه المحطة هذه، هذه يجزمها اعتمادات يجزمها أموال كبرى متأتية من إرادات بيع الماء اليوم للأسف كل متر مكعب نبيعه نخسره فيه 140 مليون لم نرفع في التسعير، احنا طلبنا ترفيع من أول 2017 لكن لم يفعل، احنا 70% من المعدات مستوردة كذلك كلفة الطاقة اللي تزيد احنا أول مستهلك الطاقة في البلاد احنا أول حريف للشركة التونسية الكاربة والغاز عنا تقريبا تسعين مليون دينار في العام تسعين مليار هي فاتور تستيك هذا الكل عنده كلفة ما هوش معقول أني التعريفة تكمل متوسط مشاريع كبرى في طور الإنجاز وأخرى تنطلق قريبا بقيمة ثلاثة ألاف وثلاث مئة مليون دينار مشاريع تؤكد معها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ضرورة تفهم الاضطرابات والانقطاعات في المياه الصالحة للشرب والناتج عن أشغال ربط قنوات جديدة أو صيانة شبكات قديمة مشروع جديد يتعلق بالمؤسسات الناشئة جاء بمبادرة من لجلة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بمجلس نواب الشعب وعرض للنقاش خلال يوم دراسيا بحضور وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الأقمي ورئيس مجلس نواب الشعب وعدد من المستثمرين والخبراء تسهيل الاستثمار والإجراءات الإدارية المتعلقة بإنشاء المؤسسات الصغرى تشغيل الشباب واستقطاب المستثمرين التونسيين المنتصبين في الخارج ذلك ما يهدف إليه مشروع القانون الجديد المتعلق بالمؤسسات الناشئة نرى كيف نجد بيئة مشجعة وتمويل ومرافقة للمؤسسات الجديدة التي يكون فيها إبداع جديد في مجال التكنولوجيا والرقم هذا المشروع المتمثل في جملة من القوانين التي تمت صياغتها بطريقة تشاركية اعتبره أصحاب المؤسسات فرصة لجعل تونس بلد المؤسسات الناشئة الحاجة الباهية في المشروع هذا أنه كان تشاركية كانوا ناس من الناس التي عايشين المشاكل في الواقع ومعانا بالطبع الناس التي تخدم في الإدارة ويجلب الناس التي عندهم التقات وعندهم الفورمسون أما في تونس أما في الخارج باش يرجعوا لتونس وباش يشجعوا وباش نحيوهم العراقيل المشروع هذا احنا معاملين عليه ياسر خاطر يحاولنا في الاستثمار يعاوننا في تشغيل الشباب يعاوننا في تشغيل الناس التي عندهم الأفكار ويحبوا يوصفوهم ويوصلوهم للمجتمع ويوصلوهم للتصدير هذا القانون اعتبره وزير تكنولوجية الاتصال والاقتصاد الرقمي محمد أنور معروف طريقا لتغيير المنوال الاقتصادي في تونس إذا كان نحب أن نحب تونس تولي بالحق قطب دعم مؤسسات الناشئة يلزم يكون عندنا بين قوسين جيش من الانفرماتيك جيش من الليكوداخ جيش من الناس المختصين في التكنولوجيات الحديثة وأيضا نحلوا الباب أمام التونس باش يقتحموا الأسواق العالمية والهدف هو أن نوصلوا القانون هذايا إلى نقنعوا به أكثر ما يمكن النواب حتى يتعدى في أسرع وقت وسيتم الانطلاق في مناقشة هذا القانون الجديد فصلا فصلا بمجلس نواب الشعب يوم الثامن من شهر مارس الجاري أكدت نائبة رئيس مجلس النواب الاتحادية الألماني كلاوديا روث بعد لقائها برئيس الحكومة يوسف الشاهد أن تونس مثال ناجح لديمقراطية الناشئة اعتبرتها تجربة نموذجية في ظل ما تشهده المنطقة من صعوبات وضفت أن إجراء الانتخابات البلدية سيساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال تطوير علاقات التوأمة بين مدن تونسية واخرى ألمانية كما أفدت نائبة رئيس مجلس النواب الألماني أن تطور الحاصل في مجال الحريات يدعو إلى مزيد دعم تونس وتحفيز السياح على زيارة هذه التجربة الديمقراطية استمعت لجنة الصحة وشؤون الاجتماعية ولجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئة الهشة بمجلس النواب الشعب إلى جمعية مسار المتوحد التي طالبت بالتفاتة من الدولة لأطفال التوحد خاصة فيما يتعلق بتوفير مراكز خاصة بلحطة بهم وتمكينهم من منظومة استرجاع المصاريف من الصندوق الوطني للتأمين على المرض استنكرت جمعية مسار المتوحد خلال هذه الجلسة ما اعتبرته غياب الدولة في الاعتراف بأطفال التوحد من خلال عدم توفيرها مراكز خاصة بالرعاية الصحية والبداغوجية لهؤلاء ومساعدتهم عن الاندماج في محيطهم الأسري والخارجي دور تلعبه في المقابل المراكز الخاصة التي تعد 25 مركزا يأم حوالي 600 تفل وشاب يعانون من هذا المرض الأولياء وحدهم من يتحملون عبءا ماديا ثقيلا لا يتكفل باسترجاعه الصندوق الوطني للتأمين على المرض بريزان شارج من الكنام معانتا ولادنا الأطفال التوحد عندهم فهموا برشا مصاريف وبرشا معانتا يتكلفوا في 100-700-800 نفهم اللي سيونس دوغتوفوني وديقوتيغابي كل ماذا بينا معانتها لنفعلوا القوانين الموجودة خطر تفاجئة نحن هنا كيجينا معانتا حاسب السيدة نواب الشعب معانتا فهم قوانين موجودة ونطالبوا بش تفعيلها سورتوفل مع الكنام لجنة الصحة ولجنة شؤون ذو الإيهاق والفئات الهشة بمجلس نواب الشعب اللتاني استمعتا في جلسة مشتركة إلى جمعية مسار المتوحد تعهدتا بالمتابعة بتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة بأطفال التوحد كوزارة الصحة ووزارة شؤون الاجتماعية ووزارة التربية ووزارة المرأة شوفوا الإمكانية معناها الاهتمام الدولة بهم في مراكز خاصة أو حتى معناها التعاون مع التضامن الاجتماعي اللي هو ممول عن طريق الوزارة الشؤون الاجتماعية بش يكون معناها فتح مراكز مختصة للاهتمام بأطفال التوحد كما هو موجود الآن في إطار خاص وذي يظهر لي معناها من واجبات الدولة التوحد يليتي كلاسي ينتقل مالذي كخونيك وكان عنده كان فيه قرار في بريزان شارج اللي أنه بالمشاكل المالية عند الكنام ومعنتها العدد الكبير والكبير والمتزايد يوميا متاع الأطفال متاع التوحد الكنام لقلوه كلاسي لدوسي وخليته ندرس الموضوع في إطاره القانوني في الإطار الاجتماعي شنو النقايص اللي موجودة شنو طلبات المراكز هذية وشنو الدولة يجبها تعمل باش تقوم بواجبها تجاه هذه الفئة من المجتمع التونسي زيارة ميدانية تعتزم اللجنتان القيام بها الأسبوع القادم إلى أحد المراكز المختصة في رعاية أطفال التوحد الذي تعرض حسب تقدير جمعية مسار المتوحد إلى هجمة إعلامية ممنهجة الإشكاليات التي تعرض إليها التونسيون المقيمون بالخارج ومن بينها استخراج الوثائق الرسمية والهجرة غير الشرعية كانت من أهم النقاط التي نوقشت خلال جلسة استماع صلب لجنة شؤون تونسيين بالخارج مع ممثلي وزارة الداخلية خمسة ألاف تونسيين وصلوا السواحل الإيطالية وتم إيقاف ألف ومئة وخمسة وخمسين في أكتوبر الماضي بين تونسيين وأجانب وفق ما صرح به مدير حرس السواحل بوزارة الداخلية خلال جلسة استماع صلب لجنة شؤون تونسيين بالخارج واعتبر أن شهري سبتمبر وأكتوبر هما ذروة موسم الهجرة غير النظامية وتحدث ممثل وزارة الداخلية عن أن أكثر من خمسمائة تونسيين يعتبرون من المفقودين وأن هناك لجنة مكونة من عدد من الوزارات مكلفة بالنظر في هذا الملف وعشائكم يتطلب بعض الوقت لإيجاد حلولها الوزارة بذلة مجهودة فيما يخص مشمولاتها خاطر هذا الموضوع يتجاوز مشمولات وزارة الداخلية ويتطلب أحيانا بعض الأطراف الدولية اللي بيشتعونها في المعرفة حقيقة وضعية هذا التونسيين وأشار ممثل وزارة الداخلية أنه تم تقديم بعض التسهيلات لتونسيين المقيمين بالخارج ومنها استخراج وثائقهم الرسمية مرحة الأولى هي تتعلق بالتنسيق مع موثلياتنا الكنسلية بالخارج فيما يتعلق بإنجاز زوزات سفر بالنسبة للمواطنين في خارج الموجودين بالخارج الثاني على مستوى المركزي فيما يتعلق في ملاكة تخصيص فضاء المواطن في وزارة الداخلية لتمتدشين ومؤخرا ذلك مستوى الجهوي فيما يتعلق بتخصيص مكاتب علاقة مع المواطن لإنجاز زوزات سفر بالنسبة تونسية بالخارج وكانت من أهم نقاط الترحي خلال شاسة الاستماع عدم امتلاك الوثائق الرسمية والقانونية وشهادات الإقامة والترحيل القصري لتونسيين المقيمين بطرق غير قانونية وتضارب في عدد المفقودين أقام تتضارب كيفاش نجمو تكون عنا معناها خطة واحدة بالنسبة معنا للحكومة أنه عنا أرقام سحلها معناها متدخدين في الملف فذي المتشعب جدا معناها يكون تدخل متناسق هي مسائل عامة دون إجراءات يعني بالفعل معناها مدقة ولا مخصة ولكن إن شاء الله نطمح أنه في المستقبل تكون إجراءات يعني بالفعل معناها قابلة للتطبير وقد أعلن ممثل وزارة الداخلية أنه سيتم باعث مراكز قارة في فرنسا لتسهيل استخراج التونسيين المقيمين بالخارج لوثائقهم وتعهدوا بتسهيل عمليات عودتهم إلى أرض الوطن في إطار السعي إلى الترويج للسياحة الثقافية ويادف لتثميني الموروثة التاريخية التونسي ومزيد تعريف به نظمت وكالة حياة تراث والتلمية الثقافية يوماً أعلامياً مفتوحاً للصحفيين تضمن زيارة عدة مواقع آثرية في قرطاج من تلة بيرساً التي كانت مركز المدينة البونية إلى حمامة أنتونيوس أفخم معالم حضارة قرطاج الرومانية ومن المسرح الروماني الذي تميز بروعته الهندسية إلى متحف قرطاج الأثري أهم وأقدم المتاحف التونسية مواقع آثرية ما تزال شاهدة على مختلف الحقبات التاريخية التي شهدتها قرطاج قرطاج التي تحولت من مستوطنة في نيقية إلى واحدة من أعظم المدن في العصور القديمة واليوم كانت بمختلف معالمها الأثرية قبلة للصحفيين الذين زاروها في إطار يوم إعلامي مفتوح نوين هذه انتلاقة تكون من قرطاج لكن زيارة هذه تتواصل إلى عديد المواقع الأخرى وهذه من منطلق أن الصحفيين هم شركاء في إيصال المعلومة التراثية للمواطن بمختلف الشرائح الاجتماعية وكذلك للتعريف وتثمين المواقع التي تسخر بها بلادنا وتثمين التراث الوطني إدراج المواقع الأثرية بالمناهج التعليمية والترويج لها على الحسابات الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعي هو ما تدعو إليه وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية دعوة وندي للرأي العام ككل للشعب التونسي بيش يتجه نحو التراث متاعه ويهتم به ويتبنيه هو والدعوة الثانية هي لوزارة التربية بيش الناشئة متاعنا لكلهم يدخلوا ويتبنيوا التراث متاعهم وتدخل في المناهج التربوية ويجيوا كل يوم يعملوا الكلاس مفزي زيارة المواقع الأثرية بقرتاج تزامنت مع إصدار كتاب تحت عنوان قرتاج سيدة المتوسط قرتاج عاصمة إفريقية أنا جمعت النصوص وأنا سيرت لكن 42 مؤلف ومؤلفة كتبوا فيه فيهم الطلبة ينسور لأنه ديما نحط الطلبة فيهم الأساذة من مختلف الجنسيات من الجنسيات فرنسية، إيطالية، مالتية وأكثرية الكتاب هما تونسية الهدف لأنه اليومنا هذا مع الناش الكتاب يوثق التاريخ الكرتاج بصفة عامة كرتاج التي تحمل عبق التاريخ وحيوية الراهن في الآن ذاته تعكس مواقعها صورا لماضي مجيد تراه في بقايا الأعمدة الشامخة والتماثيل المنتشرة في أرجائها مواقع يدعو المشرفون عليها إلى الترويج لها وتوظيفها لتعرف السياح بجوانب أخرى من تونس دعت كل من النقابة الوطنية للصحفين التونسيين والنقابة العامة للإعلام في بيان مشترك إلى سحب مشروع القانون الحكومي المتعلق بأحداث هيئة الاتصال السمعي البصري نظرا لما يمثله من تراجع خطير عن مكاسب حرية الاتصال السمعي البصري ونبها إلى المخاطر التي تحف بنزاهة تغطية الانتخابات البلدية نظرا لغياب الميزانيات الضرورية المرصودة لوسائل الإعلام العمومية وتهميش العاملين فيها كما عبر طرفان عن انشغالهما لتواصل ضرب الحقوق الاجتماعية في الإعلام الخاص والمصادر ولتردي الأوضاع في الصحافة المكتوبة كما تطرقت النقابتان إلى التراجعات الخطيرة في وضع الحريات الصحفية معتبرين صمت وزارة الداخلية عن كل الانتهاكات التي طارت العشرات من الزملاء طيلة الأسابيع الأخيرة تشريع لسياسة قمعية وتضيقية المشددين على خطورة الاعتداء الهمجي الذي طال مؤخرا طاقما صحفيا من مؤسسة التلفزة الوطنية التونسية في أخبار العالم طالب مجلس حقوق الإنسان الأممي بفتح تحقيق شامل في أحداث الغوطة الشرقية أتي هذا في وقت دخلت فيه أول قافلة للمساعدات الإنسانية إلى الجيب المحاصر في الغوطة الشرقية منذ منتصف فيفريل الماضي وستم خوف أممية من عدم نجاح مهمة إيصال المساعدات الإنسانية إلى جيب المحاصر في الغوطة الشرقية ولهدنة الساعات الخمسة بدأت شاحنة إغاثة دخول المنطقة بعد سحب الإمدادات الطبيعي الحيوية منها وذلك في أول مساعدات تصل الجيب المحاصر منذ منتصف فيفريل الماضي وكان مسؤول بمنظمة الصحة العالمية قال أن الحكومة السورية سحبت معظم اللوازم الطبيعي من شاحنات الأمم المتحدة ومنع الدخول حقائب الإسعافات الأولية ولوازم الجراحة والغسيل الكلوي وعبوات الأنسلين إلى الجيب المحاصر كما أشار منسق الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في سوريا علي الزعتري إلى أن قافلة الإغاثة أصبحت تقتصر على مساعدات لنحو 27500 شخص بعدما كانت تحمل مواد غذائية لنحو سبعين ألف بالموازات مع هذا طلب مجلس حقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة في جناف بفتح تحقيق كامل ومستقل في الأحداث التي تشدها الغوطة الشرقية مؤكدا على ضرورة محاسبة منتهك القانون الإنساني الدولي في الغوطة ودعيا كل الأطراف لتحمل لمسؤولياتها خاصة السلطات السورية في حماية المدنيين والوقف الفوري للهجمات ضد الغوطة وكان رئيس السوري بشر الأسد رفض البيانات الغربية بشأن الوضع الإنساني في الغوطة الشرقية وقال إنها تذبة صخيفة الأسد الذي تعهد في وقت سابق من واصلة الهجوم على الغوطة الشرقية تزامنا مع هدنة الساعة الخمس الروسية على الرغم من دعوات غربية وأممية الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي لوقف الأعمال القتالية وإعلان هدنة بثلاثين يوما في سوريا نقول بأن هناك جوانب إيجابية في هذا القرار تسمح بتكريس الحالة الإنسانية وتحقيق الهدف الإنساني وبنفس الوقت تحقيق هدف ضرب الإرهابين لذلك يجب أن نستمر بالعملية بالتوازم فتح المجال للمدنيين للخروج إلى مناطق الدولة تسعيد عسكري يترافق مع تصريحات قوية اللهجة بين واشنطن وموسكو حيث اتهم البيتلابيد روسيا بقتل المدنيين في الغوطة الشرقية بذراعة مكافحة الإرهاب اتهام يرجح متابعون أنه ينظر بقرب ساعة الصفر لتنفيذ ضربة عسكرية أمريكية ضد سوريا انحصر تنافسه من أجل الفوز برئاسة الحكومة الإيطالية بين زعيم حزب الرابط اليميني المتطرف الذي اعتبرنا من حقه وواجبه الحكم بعد حصوله على سبعة وثلاثين بالمئة من الأصوات ورئيس حركة خمس نجوم الذي عبر بدوره عن حقية حزبه في رئاسة الحكومة بعدما أصبحت حركته الحزب الأول بموجب نتائج الانتخابات التشريعية تشير آخر استطلاعات الرأي في إيطاليا إلى تقدم تحالف اليمين واليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية دون الحصول على الأغلبية المطلقة ما دفع بحزب رابطة الشمال وهو واحد من أحزاب التحالف إلى المطالبة بقيادة حكومة جديدة يأتي ذلك سويعات بعد مطالبة حركة خمس نجوم بحقها في الحكم بعد تحقيقها لأعلى نسبة من الأصوات كحزب منفرد ومع تقدم عملية إحصاء الأصوات فقد بدأ من الشبه المؤكد أن لا يتمكن أي حزب من الأحزاب الرئيسية ثلاثة بين الحكم بمفرده أو العودة إلى حكومة من الأحزاب الرئيسية ما يؤشر على فترة عدم استقراراً سياسي طويلة نتيجة تجاهل الناخبين للأحزاب التقليدية واصطفافهم وراء الجماعات المعارضة واليمينية المتطرفة بأعداد قياسية ومن السيناريوهات المطروحة حالياً أن تسفر الانتخابات عن تشكيل ائتلاف غير متحمس للاتحاد الأوروبي سيعمل على تحدي قيود الميزانية التي يفرض هذا التكتل كما سيكون أقل اهتماماً بتعزيز الاندماج الأوروبي أو أن تجرى انتخابات جديدة وفي قراءة لنتائج الأولية فإن يسار الوسط الحاكم جاء في المركز الثالث رغم تحقيق انتعاشة اقتصادية لافتة وذلك بسبب الغضب الشعبي جرأ استمرار معدلات البطان المرتفعة وتدفق ألاف المهاجرين خلال السنوات الأربع الماضية الساحة السياسية التي شهدت بوادر زلزال مدون حسب الملاحظين تبعتها الساحة الاقتصادية حيث سجل اليورو أدنى مستوى له منذ ستة أشهر ما يؤشر على وجه جديد لإيطاليا وربما للاتحاد الأوروبي الذي يأمل تحالف اليمين في حال تشكيله الحكومة في مغادلته مستقبلاً على خطى بريطانيا أنشأت السعودية ومصر صندوقاً مشتركاً بقيمة عشر مليارات دولار لتطوير أراضي على مساحة تزيد عن ألف كيلومتر في مربع جنوب سينا خلال زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للقاهرة فد مسؤول سعودي لوكالة روترز الأنباء أن الجزء الخاص بالرياض في صندوق الإسثمار المشترك سيكون نقداً للمساعدة في تطوير الجانب المصري من مشروع منطقة نيوم الذي كشفت السعودية النقاب عنه في أكتوبر الماضي كجزء من خطط لإنهاء اعتماد أكبر مصدر للنفط في العالم على العائدات النفطية في أخبار الرياضة ستكون لندية التونسية يوم غدين وبعد غدين على موعد مع مباراية ذهب الدور التميدي الثاني من المسابقات الافريقية حيث يتطلع كل من النجم الساحلي والترج الرياضي في كاس رابطة الأبطال والنادي الافريقي واتحاد بن جردان في كاس الكونفيدرالية إلى تحقيق نتائج إيجابية تفتح لهم بواب التأهلي قبل مواجهات العودة بعد 135 يوما من الهزيمة الثقيلة بسردسية أمام الأهل المصري يجدد النجم الساحلي غدا على عدى مع كأس رابطة الأبطال الافريقية المشاركة القارية السابعة والعشرون في تاريخ فريق جوهارة الساحل سيستهلها أبناء خاردين مضوي بمواجهة بلاتو يونايتد النيجيري بأولمبي سوسا في مباراة سيكون خلالها زملاء أمين الشرميتي مطالبين بتشجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف لتفادي المفاجآت السيئة في الإياب خاصة وأن المنافس النيجيري أظهر قوة ضاربة على أرضية ميدانه أما التراج الرياضي فقد تحول عشية أمس بصفوف مكتملة نحو نيروبي لملاقات بطل كينيا نادي جرمهية يوم الأربعة فريق بابسويقة الذي تجاوز الويام الموريتاني في الدور الأول دون عناء يسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية تقربه من بلوغ دور المجموعات ومواصلة البحث عن اللقب الثالث له في المسابقة وفي كأس الكنفدرالية يستهل النادي الأفريقي غدا مشواره بملاقات مضيفه نافة بوركين المغربي في مباراة يسعى خلالها أبناء باب جديد إلى الاستفادة من المعنويات العالية بعد ستة انتصارات متتالية في البطولة ومن دراية المدرب بيرثرون مارشون بالفريق المغربي باعتبار أنه سبق له تدريب نهضة بوركين موسم 15-2016-2020 من جهته يستعد اتحاد بن جردين لخوض أول مباراة قارية في تاريخه يوم الأربعة أمام كاراب رازافيل الكونغولي أبناء سمير السليمي الذين تأهلوا مباشرة لهذا الدور بعد انسحابه إلى الجوبة السوداني في الدور الأول يطمحون إلى نسيان وضعياتهم الصعبة في البطولة وتقديم إراء جيد أمام فريق أقصى في الدور الفارق أحد كبار القارة نادي أشانتي كوتوكو الغاني تقدم لاعب تنس تونسي مالك الجزيري 33 مرتبة في تصنيف العالمين للعابين المحترفين الصادر اليوم ليستعيد مكانه بنادي المئة هلوائل ويحتل المركز الرابع والثمانين عالميا ويعود هذا التقدم إلى عوض الجيدة التي قدمها الجزيري الأسبوع الفارق وببلوغه نصف نهاية دورة دبي النفتوحة أما على مستوى المراكز الأولى فقد حافظ سويسري روجير فيدرير على صدارته متقدم على الإسباني نادال والكرواتي سيليتش إذن مشاهدين كرم هكذا وصلنا لنهاية النشرة وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في هذه العنوين تجدد الاحتجاج احتجاج شباب الكامور بولاية تطوين ووزير الطاقة يؤكد اتزام الحكومة بكل الاتفاقيات الممضات انقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب لمدة يومين في عدد من مناطق ولايتي المهدية واسفاقس بسبب الأشغال المساعدات الإنسانية تدخل منطقة الغوطة الشرقية والأمم المتحدة تطالب بتحقيق مستقل في الأحداث هناك ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة تلفزة تونسية تونسيا تيفي نقطتها نشكر انتباهكم مشاهدين الكرام إلى اللقاء موسيقى